كان سيرين الفارسي عبداً لآنس بن مالك اعتقه وزوجه صفية خادمة أبي بكر الصديق أنجب سيرين من صفية ثلاثة أبناء كان أوسطهم محمد بن سيرين ولم يكن جميل الملامح كأخويه ففضلهما أبوه عنه أبي هل تعلم أن فرخ الحمام عندما ولده يكون دميماً وعندما يكبر يكون ممتلئاً وحسناً؟ نعم وهل تعلم أن الجحش عندما ولده يكون حسن الوجه وعندما يكبر يحمل الطوبة والترابة على ظهره؟ ماذا تقصد يا محمد؟ أقصد أن لا تفرق في المعاملة بيني وبين أخوي لأنهما أجمل مني ربما أكون في المستقبل أجمل منهما والله يا بني أرى أنه سيكون لك شأن كبير عندما تكبر لا بد أن تتعلم صنعة من الآن سأرسلك لتتعلم عصر الزيون ولكني أحب قراءة القرآن ودراسة السنة النبوية ستتعلم ذلك من عمك أنس بن مالك خادم رسول الله سيحكي لك كل ما سمعه ورآه من الرسول وسيفسر لك كل ما غاب عنك ومرت سنوات طويلة تلقى فيها محمد بن سيرين العلم على يد أنس بن مالك وغيره من صحابة الرسول في المدينة المنورة ثم سافر إلى البصرة عاصمة الخلافة في ذلك الوقت تزوج وأنجب وصار له محله الخاص لبيع الزيوت كما أنه اشتهر كواحد من العلماء الأفذاذ في عصره مبارك عليك يا أبي صفقة الزيوت الجديدة أكبر صفقة أعقيدها منذ بدأت هذه التجارة اشتريت زيتا بأربعين ألف درهم ولكنك اشتريتها بالدين ودفعت فيها ثمنا كبيرا التجارة تحتاج إلى المغامرة يا بني وسنسدد الثمن إن شاء الله على أقصات شهرية من عائد البيع انظر يا أبي ما هذا الجسم الغريب الذي في علبة الزيت لا حول ولا قوة إلا بالله إنه فأر ميت ومتحلل ضع هذه العلبة جانبا وسنعيدها للتاجر الذي اشتريتها منه هذه العلبة فقط ماذا تقصد؟ فأر متحلل في الزيت لابد أنه أفسد كل مخزون الزيت عند التاجر يعني كل العلب فاسدة إذن نعيدها له كلها سيبيعها لغيرنا وسيتأذى المسلمون منها أبي فيما تفكر؟ سأرمي هذه العلبة كلها حتى لا يطال أذاها أي واحد من المسلمين سيطالبك التاجر بثمنها وقد اشتريتها بالدين فمن أين ستأتي له بالمال وأنت لم تبع البضاعة؟ لا أعرف ليس معي أي مال سيقاضيك وربما حكم عليك القاضي بالسجن والله يا بني للسجن أحب إلي من أن يصل هذا الزيت الفاسد إلى بطون المسلمين وبالفعل حكم على محمد بن سيرين بالسجن ووجدها فرصة لمواصلة مشوار علمه والتفرغ له والله يا ابن سيرين ما خطر ببالي أن أسجن في حجرة واحدة مع عالم جليل مثلك هذا من سوء حظك فأنا مشغول عنك بالعلم ولا أسليك بحديثي قل لي بالله عليك ماذا تكتب؟ أسجل الأحلام التي رأيتها في منامي منذ دخلت السجن تسجل الأحلام؟ لماذا؟ منذ زمن وأنا أبحث عن التخصص في علم من العلوم وأخيراً فتح الله علي بعلم تفسير الأحلام وهل هناك علم اسمه تفسير الأحلام؟ سأكون أول إنسان على الأرض يضع قواعد هذا العلم وكلها من القرآن والسنة كيف ذلك؟ انظر في القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إذن فتح مكة كان برؤية من الرسول ثم تحققت نعم وقصة سيدنا يوسف بدأت برؤية أنه يرى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له وملك مصر رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات هذه أيضاً رؤيا فصرها له سيدنا يوسف وقد جمعت أنا كل الرؤى التي رآها الرسول في منامه وفهمت أن كل ما فيها كان يرمز لشيء فقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه يشرب اللبن ويرتوي منه حتى خرج من أذفاره واللبن هنا رمز العلم الذي علمه الله إياه وماذا أيضاً؟ رأى الرسول الناس يوم القيامة يرتدون قمصاناً تطول وتقصر من شخص لآخر ورأى عمر بن الخطاب يجر قميصه جراً والقميص هنا رمز الدين والعمل الصالح وماذا عن رؤى غير الأنبياء؟ رأت أمنا عائشة أنه يجلس في حجرها ثلاثة أقمار وفسر لها أبو بكر الصديق هذه الرؤية بأن ثلاثة عظماء سيدفنون في بيتها وهو ما حدث فعلاً قبر الرسول وأبي بكر وعمر في بيت عائشة ما شاء الله هذا عن الرموز فما هي القواعد؟ كل رؤيا نراها في المنام نجد لها رمزاً في القرآن والسنة والرؤية الجميلة تكون بشرى لخير سيحدث أما الرؤية السيئة فلا يشترط أن تكون شراً سيحدث إنما هي من الشيطان ومن يتق الله في يقظته لا يهمه ما يراه من سوء في منامه خرج السجين الذي كان مع ابن سيرين وبقي الأخير بمفرده يواصل أبحاثه ويضع قواعد علمه الجديد تفسير الأحلام وجاءه مسؤول السجن وكان مشفقاً عليه السلام عليكم ورحمة الله عمت صباحاً يا ابن سيرين أصبحت وحيداً في سجنك ولم أر منك إلا كل خير منذ جئتنا أستطيع أن أخرجك كل ليلة من هنا سراً لتذهب إلى بيتك ثم تعود سراً قبل طلوع الفجر أشكرك ولكني لن أفعل لماذا؟ ألا تريد أن ترى زوجتك وأولادك؟ بالطبع أريد أن أراهم ولكني لن أساعدك على أن تخون رئيسك وترتكب مخالفة في عملك سبحان الله والله لم أرى في طقواك أبداً وإني آسفاً أحمل إليك خبراً سيئاً ماذا؟ أو يكفنه غيرك أنت يا ابن سريب وكيف سأخرج من هنا؟ أعطاك الوالي إذناً بالخروج لقضاء هذه المهمة أحتاج إذناً آخر من تاجر الزيت الذي سجنت بسببه ولماذا تحتاج إذنا؟ لأنني سجنت مقابل ديني له فربما يسوءه أن أخرج من السجن وأستقطع بعض يوم من العقاب المستحق عليه بعد سنوات من خروجه من السجن اشتور محمد بن سيرين بتفسير الرؤى والأحلام ما سبقه إلى هذا العلم أحد وكان يجيئه الناس من كل مكان ليفسر لهم أحلامهم رأيت في المنام أني أؤذن يعني ذلك أنك ستحج عن قريب أحج؟ وكيف عرفت ذلك؟ من القرآن في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً بشرك الله بكل خير والله إذا حججت فسأدعو لك عند الكعبة يا أبي لقد جاء رجل آخر منذ أيام وقال إنه يرى في المنام أنه يؤذن فقلت له طب إلى الله قبل أن تسجن نعم ألم تسمح قول الله تعالى في سورة يوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون؟ يعني نفس الرؤية يختلف تفسيرها من شخص إلى آخر؟ بالطبع فهذا الرجل صالح أما الرجل الذي جاءنا منذ أيام فكان سارقاً السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل أرى في المنام أني أفتح فم أولادي وأضع فيه حجراً أيها الرجل عليك أن ترفق بأولادك فأنت قاس عليهم وكيف عرفت أنني قاس على أولادي؟ من الحجر الذي وضعته في أفواههم ألم تسمع قول الله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ سيدي محمد بن سرين أرى في المنام أن ضلع قد انكسر ثم التأم هل تفسر لي هذه الرؤية؟ عليك أن تعيدها إلى عصمتك من؟ زوجاتك التي طلقتها وكيف عرفت أني طلقت زوجتي؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع رجل وكسرها طلاقها ولماذا تنصحني بأن أعيدها إلى عصمتي؟ لأنك رأيت في المنام أن الكسر يلتأم يا شيخنا لي صديق مريض في الكوفة يرى في المنام شخصاً يقول له إن شفاءه بين لا ولا فماذا يعني ذلك؟ لا ولا إن صحه أن يكثر من أكل الزيتون الزيتون؟ نعم ألم تسمع قول الله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية؟ هنا في الآية نجد الزيتون ونجد كلمة لا كررت مرتين يعني لا ولا التي سمعها صاحبك في المنام يا أبتي منذ مات الحسن البصري وأنت لا تخرج من البيت ولا تترك الفراش؟ رحمه الله كان صديقي ومعلمي وتجارتك أنت مسؤول عنها وقد علمتك أصولها وهذه وصيتي تفتحها بعدما ماتي وتنفذ ما فيها ولماذا فكرت الآن في كتابة وصيتك؟ بعد موت البصري رأيت في المنام أن نجماً ساطعاً قد انطفأ وأن نجماً آخر قد اقترب منه وانطفأ بعده فعلمت أن النجم الأول هو الحسن البصري وأن النجم الثاني هو أنا وفهمت أن أجلي قد اقترب يعني أنه قد انطفأ فعلمت أن يأخذها ويأخذها ونعش أن تكون هناك فاديك وعلم وماذا فكرت ولماذا فكرت ولماذا فوقت